العرج المتقطع السور بس على المقاطعة السليدات مو مبينين عندي فبدي أغادر وأرجع أدخل ممكن آه غادر غادر هادي أي واحد يساوي اللي بدكم إياه حسنا الانترمتنت كلاوديكيشن حتى تشرح لكم ماذا انترمتنت كلاوديكيشن؟ طيب ممكن تجاوبوني لما بس على السؤال يعني حد يجاوب لأنه I'm not talking to myself دكتور اه اه انا جربت طلعت ورجعت السليد ما عم ببينوا عندي وأكتر من حدا طيب اوكي انا هيك بيّنوا عندي هلا مبينين؟ اه هلا بيّنوا عندي طيب مبينين عندي الجميع السليدات؟ انا عندي مبين ما بعرف طيب طيب اه حد شرحت له شرحنا الانترمتنت كلاوديكيشن قبل؟ دكتور احنا لا بس مبارح اخذنا محاضرة عنه اوكي اذا خلينا احكي لكم شو هو الانترمتنت كلاوديكيشن؟ اوال اشي اوال اشي اوال اشي اوال اشي اوال اشي هل تستطيع لإيش؟ للأبسس أكي ثروبنج هو أبسس يأتي مع الأبسس في عنا صح أو لا في عنا بيرستنج باين في عنا لازينياتينج شو يعني لازينياتينج يعني بالمعلمة علي أكي عنا كمان بيرنينج باين هاي الأشياء كلياتا نatures of the pain are really important because if I say cramps المريض بحكي بالعربي يجري بتشد علي بحس خشبت okay so these are the things that the patient will tell you when you are talking about cramping pain so أول item to achieve in order to say this is intermittent claudication the pain needs to be cramping in nature ثنين ثنين affecting a specific group of muscles هلا الكالف muscle is the most commonly affected muscle why فيها تبعرف اثيري the most common site for atherosclerosis in the lower limb is the superficial placeral 었던 دوله. لذلك العلويات المتأكد بحقات التجاية ستعلمنا عن الوضع الجنة ماضي ما أحدثك؟ ماضي، دكتور إذا أحدثك أنه يجب أن يكون لك أنه يوجعني مجدداً بسألته بشكل المتأكد وإذا لم يتحدث أنه يوجد صعودة القفل، لذلك يجب أن تكون صعودة القفل، وإذا كان يوجد صعودة باللغة المجتمع، يجب أن تكون صعودة البلغة المجتمع، لذلك يجب أن تكون صعودة القفل، فاللغة تهدفه من يبقى أولاً، حسناً؟ سوف يقول لك كل المرضى هنا سوف يقول لك اثنين بوجعوني بتقول له طيب اياها رجلك اللي بتخليك توقف عن المشي فبيقول لك اليمين او اليسار and that will be the worst one واضحة واضحة ممكن تكونوا اثنين نفس الدقري ممكن اه ممكن اول prerequisite is cramping pain ثاني prerequisite is affecting a specific group of muscles حكينا why the calf muscle is the most commonly affected and the pain comes after exercise and relieved only by rest طيب why does it come after exercise دكتور لانه وقتها بتصير المسلز عم تعمل anaerobic energy فبصير في عنا الجواب هو كلمتين supply demand mismatch okay so عنا supply is not enough to meet the demands of the muscle when you are exercising because the demands increase صح ولا لا واضحة حبيب please can you talk can you engage with me واضحة 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 so it is supply demand mismatch طيب relieved by rest قداش الرست يعني قداش شو معنى رست بس short period يعني من 2-5 ساعة 40 ساعة so it's less than 10 minutes mainly less than 5 minutes because again it's supply demand mismatch فإذا وقفنا demand the supply should be enough at rest okay واضحة يعني this is the easiest way to explain it هلا اي واحد فيكو بركض على treadmill he will get cramps in the muscles خاصة اذا صالوا فترة مش متدرب affected that affecting a specific group of muscles after exercise and relief by rest معنى انتو عندكو ايش intermittent cloudication that is not true why because في عنا two other prerequisites اللي هنة this usually occurs after a specific distance that is walking distance it is predictable and reproducible لانو في عنا legion disease بالارتري is always constant whenever you walk like 200 meters or 300 meters it depends on your walking distance you will get that pain هلا احنا لما يسي عنا cramp pain لما نركض على treadmill لفترة سألنا بتصير قول هاي اجري اليوم عضلة لاني زمان مش مراكض بكرا بتصير احسن صح ولا لا لا صح صح يصبح بass ثانيل ان chatting وان seben م واضحة؟ واضحة دكتور طيب هاي أول prerequisite خرنا راجعهم أنه cramping pain رقوزت ثاني affecting a specific group of muscles رقوزت الثالث أنه it's exacerbated by walking or exercise الرابع it's relieved by rest الخامس it occurs after a specific walking distance and السادس it is reproducible and predictable هذول هما prerequisites لأنه ليش هاي مهمة تكونوا عارفينهم يعني like a tick box exercise هلا إذا بيجيني مريض رح يجيكوا كثير على العيادة كبار بالعمر بتقول لك هل هو you have to check which is which is it intermittent cloudication if it is osteoarthritis if it is neurogenic cloudication so you have to know what type of cloudication and this all depends on taking a specific history about the pain starting from the nature of the pain what brings the pain on how the pain is relieved if this happens always at the same time if there is any pattern فهاي الاشياء مهمة واضحة ليش مهمة انه تعرفوا هاي الريكوزيتس تفهموها صاح طيب طيب ثالث اشي ممكن يكونوا اللي همه critical limb ischemia اللي هي wrist pain أو pain nocturnal night pain so it is usually noticed the pain is felt in the foot why in the foot ليش the pain location بيكون بالفوت هذولة because the digital arteries are end arteries and there is no collateral circulation between them إذا صار عنا أوكلوجين حويلة any joint there is good collaterals around the joints so إذا صار عنا أوكلوجين بالsuperficial femoral artery في عنا good collaterals حويلة إذا عنا أوكلوجين بالإيليا كفي أن good collaterals حوالة hip joint so the patient will have claudication but he will not complain of wrist pain لأنه foot the arteries are end arteries يعني طرق مغلقة يعني طريق غير نافذ so then you will not you will have pain in the foot or the forefoot so wrist pain does not affect the calf or thigh muscles it affects the foot طيب it is aggravated by elevating the leg up and partially relieved by hanging the leg over outside the bed what is that why is that one can tell me why arterial insufficiency إذا كنت تقوم بالأسفل من خلال المريض يتعلم أنه يدلج رائعا عن التخط عندما ينام لماذا؟ لأنه بيجراتي بعض الأسفل من خلال الأسفل حسنًا لماذا هو أفضل الأسفل؟ أفضل الأسفل الأسفل أفضل الأسفل بسبب ثلاثة أول شيء النقطة أحضل الأسفل لتجزرات الإمتية والحظة الأدراف لذلك يوجد أن الحبس المقوطة غير بها الضخاء في الليل فهي ليست أليسًا ثاني شيء عندما تتقيقAPPي وما يحدث؟ نقوم بتخزفاتك في القطاع لذلك تتخذفت المقاعدة عندما تضع البلانكتين على المتابولات المتابولية تقريباً لذلك هاي الثلاث أسباب اللي ويقول للمشاكل الثلاث أسباب هلا إذا أنا بدي أجي على مريض هيك أسأل سؤال واحد وأعرف إذا عنده رسط بين ولا لا شو أسألو يا شباب هاي هيك مخطين محاضراً باره إنه ما بتنام أو بسحيك من النوم الوجع بتحكيله نمتي كويس مبارح ولا ما نمتي كويس So this is really important So if the patient slept all the night well without any medications then probably he does not have rest pain واضحاً واضحاً ما شرحوا الكوياها هاي الأشياء مبارح مش بي هيك details دكتور Okay So الإشي المهم كمان إنه to understand what are the relieving factors إذا واحد عنده رسط بين شو الأشياء اللي بتخيله relieving the pain أول إشي أول إشي hanging the leg out of the bed حكيناها بعدين إشي ثاني إنه putting the feet at cold floor بيقول لك يا الله يا دكتور بس حط إجري على البلاط البارد بحسة هديت هديت شوي علي حتى they can't put the blankets on their legs Okay So that decreases the metabolic demands when you put your feet on a cold floor it decreases the metabolic demands طيب شو كمان في أشياء relieving factors the the pain is only relieved by opioid analgesia so morphine Traumal it's not it's not relieved إذا إجا واحد قال لك والله يا دكتور عندي وجع بجريء وبس أخذ Panadol ولا كأنه في وجع ولا ما أخذ إبوبروفن ولا كأنه في ألم it disappears so this is not rest pain the pain is so severe that it needs opioid analgesia واضحة واضحة دكتور تمام الآن 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 مارد خطئ وأثناء الآن 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 آر형 الآن هkel سلفي تيشيو يعني شو سلف يعني ديد نيكروتك تيشيو وكي؟ وكي يجب أن تكون ديستالي لأنه كل ما روح ديستال كل ما قل البلد ساپلاي الآن إذا نركنا ذلك لاحقاً هذا سيحصل إلى جانجرين والجانجرين يمكن أن يكون جميل أو جميل حكينا الفرق المره الماضي عن الفرق بين الويت ودراي جانجرين لا دكتور ما حكينا هلأ شو يعني جانجرين بالبداية؟ غرغرينا نيكروتك تيشيو سوو اتس غرغرينا بالعربي اوكي الإشي الثاني اللي بدي تعرفوه ويت جانجرين is life and limb threatening dry gangrene is mainly limb threatening اوكي؟ طيب كيف بدي أفرق بيناتم؟ مريض أنا بدخلت على غرفة مريض ويبدي تعرف هل هذا عنده wet or dry gangrene أول إشي بس أدخل الغرفة if it is smelly الغرفة is smelly if I come close to the patient and there's a smell in the foot then this is wet gangrene so أول فرق بيناتم is smell odor عادة in dry gangrene is odorless okay and it's really bad smell when it smells wet gangrene it is a bad smell طيب شو كمان اثنين بلاقي dressing wet بالWet gangrene يعني إيش عليه discharge there is ممكن pus discharge or parolent discharge so this is very important when you approach حتى قبل ما تكشف عنا أصاب أو تكشف إذا wet ولا dry gangrene بيبين من dressing الإشي الثالث الWet gangrene ببين الإصبع is swollen sausage-like swelling with surrounding erythema الآن بالWet gangrene it is shrunken okay the toes or the fingers are shrunken there's no swelling it is well demarcated يعني بتكدر تحدد between healthy viable tissue with unhealthy dead tissue بينما بالWet gangrene there is no obvious demarcation and therefore sometimes it's difficult to separate between viable and non-viable tissue by inspection wadha wadha stroke or coronary heart disease or peripheral arterial disease so non-modifiable like age male smoking hypertension diabetes hyperlipidemia and hyperhomocystinemia so they are modifiable and non-modifiable now the thing I want to tell you this is is this dry gangrene or wet gangrene this is dry dry? dry? yes it is dry so the the toe is shrunken this is shrunken so this is shrunken and then it looks well demarcated demarcation wadha with me the difference between viable and non-viable tissue and there is no obvious pus discharge wet this is saline we are ghasling but if it is wet gangrene it will be like pus discharge ok so this patient had an amputation of the right great toe or big toe and he had a severe infection in the plantar aspect of the foot and he developed dry gangrene involving the right second toe wadha so how the tissue is it healing nicely or not healing nicely not healing it's not healing nicely the edges are necrotic blackish discoloration of the edges and a lot of sluffy tissue yellow tissue this yellow tissue in the wound indicates slough or unhealing healing tissue has healthy pink gran sorry healthy pink granulation tissue this patient had amputation of the third toe on the right side what do you think is it healthy or unhealthy looks healthy looks healthy because there is no gangrene on the side so this wound is healing nicely the edges are not necrotic there is no black discoloration in the edges of the wound there is no obvious discharge coming out of the wound and there is pinkish healthy granulation tissue in the bed of the wound again there is no evidence of erythema or redness in the surrounding skin هذا مخصول ممسوحة بيود so هاي مشي erythema due to cellulitis or et cetera واضح واضح دكتور لاحظوا الاجز كيف they are sloping يعني they are coming together they are coming to approach each other so this indicates that the wound is healing nicely هلا types of amputations هات شرح لكم الامputations لا دكتور لا دكتور أول إشي types of amputations عنا minor يعني below the ankle or major above the ankle والماجر يقسم إلى transtebial or below the knee through the knee knee disarticulation or transfemoral above knee amputation so عنا اللي هم minor أو major المينر ياتو amputation هايهم أو disarticulation or transmetotarsal amputation or less frank chopper same amputation كلياتن هذول types اش minor amputations بينما الماجر amputations are above the ankle okay so أي إشي below the ankle is minor أي إشي above the ankle is major amputation واضحة واضحة دكتور هلا this patient had a transmetotarsal amputation do you think it's healing nicely or not healing nicely ah so it's healing nicely أول إشي the edges are not necrotic again they are coming together there is healthy pink granulation tissue between the edges of the wound and there is no erythema or redness لاحظو كيف the skin is so nice and clean here so this indicates that this wound is healing nicely هاي transmetotarsal amputation has all the wounds has all the wounds is it clear is it clear is it clear that the wound is clear this patient had a below-knee amputation IMPUTATION, SO, ALBILOUNI AMPUTATION, EWHATLY, IS A MAJOR LIMB AMPUTATION. AND IT INDICATES THE NEED FOR PROSTHESIS, REHABILITATION AND SO ON. HALA, HAY, SHO LI SHOI FIHWAI NUHKU LIHON, BAS SHOW YI KHLINI- الثرد فنجر الثرد فنجر الثرد فنجر الثرد فنجر أمريكosi لذلك على أنزلين ، أمريكي بضاعد المخلوق الماضيات وفي مقربة المخلوق المضاقطة من أعبار المخلوق المواد وكما يمكن أنزل بنبغ المخلوق المدينة أو الحدف أمريكي بسيطة في مدينة ومن صوصية ما يحبونوكي شيئاً of a single toe this is probably a blue toe syndrome embolic phenomena and this is what it is has a dry gangrene involving the whole foot bypass surgery how do you treat an occlusion in the vessels so if we have occlusion of the superficial femoral artery we take a graft a synthetic graft or a vein graft and we bypass that occlusion so we do open a growing incision expose the common femoral artery and distally we expose the tibial peroneal trunk and we do uh by a bypass well hashyl bypass operation is there any question about the vein or the artery that we can use the lung sephenous vein okay the lung sephenous vein okay the lung sephenous vein we take a synthetic graft uh like uh it's a dicron dicron graft hey hello balloon angioplasty الBalloon Angioplasty is when we do if we have a stenosis, we insert a wire, then we inflate the balloon and then we stretch the stenosis, atherosclerotic segment like that, okay so balloon angioplasty we don't leave the balloon in we just stretch it and we make like نتواجد أكثر أكثر deltań في العبلي واضحة هاي شو معنا أومر الجيو ملوع الانجيو بلاستي دكتور ممكن سؤال بحط next bite تلك النجيو بلاستي رhoven هالسؤال كويس مرات بنعم البالون الجيو بلاستي and if this does not achieve any luminal gain يعني ما صار حننا توسم بالارطري نضع على المستقه لكي نصع القير حسنة؟ حسنة الشيخ مثل هذه الأشياء الأنجيو الأنجيوية هكذا نصعنا بلون الأنجيو اللاهو أو الأنجيو 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 هل أنشرحت لكم بارح هذا الأشي حذار؟ أه يا الشيخ أعني أنت فيسبب كما إنه أولاً يعطي أن نتأهل المسومات يحدثنا لأستعمال أنت تحصل الى النوم الضراط على البخول الى النوم وليس يجب أن أجل تخلص الى الأموات إذا كانت تكلمة الينامة فى الأموات المشاكل من الأموات الموجودة في معلوم القديم شخص المشاكل من أشخاص الى نسور وخطر أن تغرب من الأموات المشاكل من الحياة طريق بشcan الحالات الظروفية بشcan الحالات الظروفية بشcan الحالات الظروفية ماذا يفعلون حلات القضاء عندها ماكراً سمتحati Nine-N-N-N-N-N-N-N-O عندها حشان الظروفية بشcan الحلات الظروفية بشcan الشيطان دعو يدولون الظروفية بشcan حالاتها اللغة اكترة نشاط الكتر نريد أول إشي الأنيوريزم بيتكت أعرفوا شو همه بالعربي هي اسمها أم الدم فهي التوسع في الشريان هلأ الأنيوريزمس are classified according to the type so they are either true or false or according to the shape they are either fusiform or secular and according to the etiology they are either atherosclerotic degenerative أو inflammatory أو mycotic mycotic is a misnomer it means bacterial rather than fungal infection with aneurysms أو إيش dissecting traumatic aneurysm فأول إشي أول تقسيم إلهم are either true or false ثاني تقسيم إلهم according to the shape are either secular or a fuzzy form والتقسيم الثالث إلهم حسب إيش الإيتيولوجي هلأ المصددي لعرض المهمية هي الدم الفانيوريزم الأنيوريزم بلوة رينال عرضيت إذاً الفارينال of the renal controlling the right and left renal arteries بلوة رينال عرضيت 85% and it could be pararenal or supra renal involvement. So below the renal arteries are 85 percent, pararenal or supra renal are the rest of the abdominal aortic aneurysms. So the causes, we said degeneration in the aorta, meaning atherosclerosis, let me tell you, I want to talk about the pathophysiology a lot, we want to talk about 90 percent are degenerative, others are inflammatory or mycotics or traumatic dissecting aneurysms. Now, how do we treat aneurysms? Either open repair, we can open the sac or enterposition graft like this. So, what is the problem of aneurysms? What are the complications of aneurysmal disease? What are the complications of aneurysmal disease? Rupture. Ah, rupture. And what is it also? Aortic dissection, can you say? Aortic dissection. Ah, rupture or embolization. We said embolization. What is it also? Embolization, what is the clot? Or compression on nearby structures. Okay. So the important thing is rupture, it can be life-threatening by rupture. or embolization distally or compression of nearby structures. Now, the size of the abdominal aorta is the normal size. How is it? 2, Dr. Ah, 2,5. Almost 2,5. In the females, it is smaller by 0.5 cm than males. Okay. So, what do we do? We see here, there is a clamp. When we do repair, we clamp the aorta below the renal arteries. and we put and open the sac interposition graft and that's how we repair it. We do not repair abdominal aortic aneurysms unless they are 5.5 cm in diameter in males or 5 cm in diameter in females. or they are causing, they are symptomatic, causing back pain or they are embolizing distally or compressing nearby structures. Now, the other way of treating these aneurysms is by endovascular. So, before we break the patient, we enter the stent graft in the abdominal aorta like that. And this is called EVAR. EVAR, endovascular aneurysm repair. It's clear to this one. Dr. what do we do? Open or endovascular? Hello. So, the first thing is open. It depends on the quality of the neck of the aneurysm. So, this is called neck, which is the segment below the renal arteries, which acts like a landing zone for the graft. So, it depends a lot on the neck of this area, which is So, every time it closes the renal arteries, every time the approach is open rather than the endovascular. This is one of the things, but it is important. Okay. Okay. Deep vein thrombosis. Can you explain to us something else? No, Dr. So, the vertustriate, which is stasis of the blood, hypercoagulability, visceral wall trauma, with DVT, are either proximal or distal. What did we say proximal? Above the knee and distal below the knee. They are all, they are either complicated or uncomplicated or complications of DVT, or in terms of limb morbidity. Limb morbidity is called post phlebotic syndrome. So, the patient doesn't have arterial claudication, but venus claudication. Imagine that the lower limb arteries is a pipe going downwards. When venus returns, the veins are a pipe going backwards. Imagine that the pipe that's going backwards is occluded. So, when you walk, more blood is going down your legs. Less blood is coming back. So, the patient will feel that it will be like bursting pain. So, it comes after exercise. It is different from other types of pain. It is bursting. Okay. 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 Okay, doctor. Okay. The second question is that the 80% of the clots in the veins dissolved completely. 20% propagate proximally, and the ones that are more dangerous or serious are the proximal ones. okay so proximal one is more serious and dangerous proximal deep vein thrombosis signs and symptoms pain tenderness swelling swelling edema discoloration and it is red purple indicating engorgement of phlegmasia cereola dolens illihi painful blue inflammation indicating ischemic cyanosis phlegmasia alba dolens painful white inflammation indicating aloe femoral obstruction and arterial spas increased local temperature mild fever asymptomatic shortness of breath should suggest okay i have to answer this hello ah uh uh yeah i also could you why what's the reason why we have a disease this is the virus but has a lot of blood and blood in the eye and the virus is in the eye and the coronavirus is not so I think i have to do this hicceney so i think I should take care of the coronavirus so it has to use a patient to take care of her yeah هذا قرابة فواز عماري خلي الدكتور فواز عماري يحل مشكلته سلام حكينا حكينا يعني مايرجعني شهذا المريض مشان موضوع هذا خلو يدبر حاله بكفي استقبلته سلام سامعيني شباب سلام سلام حسنا الأشي الثاني اللي هو ممكن ينتج عن ديفين ثرومبوسي ممكن يصير عندهم سكندري فيريكوس فين سكندري فيريكوس فين إذا سكروا الديفين ممكن يصير فيهن سكندري سكندري فيريكوس فين والفريكوس فين ماذا تعرفين الثاني بعكوس فين بريكوس فين كيف تعرف الفaricose veins؟ تحكي ما حالي أنا صح؟ Dilated tortuous superficial veins So they are dilated and tortuous superficial veins Dilated means more than three millimeters And reticular veins They are one to three millimeters in diameter And spider veins less than one millimeter Okay And this is what he thinks about them Normally the veins how do they work? Deep veins They bring the blood backward to the heart From down below With superficial veins they have valves That take the normal flow from superficial to deep Now if the deep is obstructed It will flow from deep to superficial Is it clear? It's clear doctor It's clear doctor So the normal vein has a one way valve That allows the blood to go upward Is it clear to all these theories Or what should I say? Or should I say... No No For the first time First time doctor Okay So dilated veins Sorry The vein has a valve that brings the blood backward If we have abnormal valve المترجم للتعطيق في البنوية يوجد على الدمجة في البنوية the primary majority are idiopathic, often familial . are family with varicose veins ,seく ZakariaIl die if they have pelvic obstruction , previus D.V.T. or arteriovenous fistula , يمكن أن تكون Arteriovenous Traumatic Fistulation أو Clipal Tronani Syndrome ثم هاتف ماذا ، الماذا يبدو أنها الناسة عندما توجد ماذا يبدو فمع بإداء 2 سنتيمتر ضريعة لها الملعج حسناً. ويأتي حدود كبيراً جميلة الأنوية العسل على سفن الفماري على سفن الفماري في جنكشن ويوجد لدينا الأخرى المتجولة التي تنيفها طيب؟ أه دكتور، باضح تمام. هلأ. خلينا أفرجيكو هاي السورة. عنا ديلايتد فين. So this is a dilated vein. Along the medial aspect of the left leg. And it is along the long-suffinous vein. Okay. وهو الموس كونسايد فور. Affected by varicose veins. A long-suffinous vein. هلأ. شو هون بالمريضة هاي عندها. هاي عندها evidence of CVI. اللي هي chronic venous insufficiency. Lipo dermatosclerosis. Thickening in the skin. Eczematous discoloration. Okay. And blueish discoloration of the skin. وفي عنا ulceration هون على ال medial aspect. اللي هي الغيترز area. هاي بسموها inverted champagne bottle sign. لاحظوا الشampagne bottle بتلاقيها دقيقة من فوق ومن تحت واسعة. So this is like inverted champagne bottle sign. And هاي بسموها chronic venous insufficiency. can be due to valve obstruction. Or valve malfunction. Incompetence. So either due to valve. Incompetence most commonly. Or valve obstruction. Will lead to. Lipo dermatosclerosis. And venous. Chronic venous insufficiency. واضح يا شباب هاي بجيبن كتير صور هاي بالامتحان. فوق وضح يا شباب هاي بجيبن كتير صور هاي بالامتحان. هذا هو الطريق من جون العرارة الحسنى هلا إذا السماء الزون عضوة القرأة الحسنى اسمهم الداخل السماء إذا استقروا السماء سماء العشر储 على وجه الماء الخارج ولا يتم تطارية الأحسنى تسميهم مستقبل من جون العرارات الحسنى يعني لا تقلع العرض مع السماء أو الجون العرض واضحة؟ واضحة دكتور تمام ما هي المرضى التي لديهم varicose veins؟ من ايش بيجوا بشكو؟ الستات التي لديهم varicose veins ما هي المرضى؟ سوالين؟ أول شيء هافينيس خاصة لمع الماد، تدول لما يوقفوا لفترات طويلة they get heaviness in the legs because there's venus pooling in the legs so heaviness heaviness in the legs شو كمان؟ أنكل إديمة شو كمان؟ اتشينغ ومرات ردنا الدكتور؟ ممتاز، ممكن نصير فيهم ايش سوبرفيشيال ثرومبوفليبايتس التهاب في هذولة البيان أول شيء يمكن أن يكون heaviness أنكل إديمة اتشينغ بصوصتح 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 بعد ذلك، إذا ظلوا لفترة طويلة sometimes they can develop chronic venous insufficiency and venous ulcers طيّر؟ واضح الأشياء هاي؟ واضح دكتور تمام هلأ treatment options? yeah either surgery بالروح بنعمل stripping we take the whole lung cephenus vein we tie the cephenofemoral junction أو we use radiofrequency ablation or laser therapy أو we can use foam guided injection foam to occlude the vein أو conservative therapy by compression اللي هي elastic stockings هلأ المost common indication for surgery is for cosmetic reasons the patients they come to the doctor because they feel that those veins don't look nice and she wants to remove them other indications لهن heaviness leg pain sometimes recurrent thromboflipitis if they are superficial sometimes they can develop bleeding and so on واضحة؟ واضحة دكتور واضح دكتور في أي أسئلة على السلايدات طيب بكفي هيك اليوم شو رايكو؟ دكتور السلايدات بتنزلهن؟ آه أبو بقدر أوديلك إياهم للسي آر تمام في أي بتكون إشي ثاني كمان تسألوا إذا في أي إشي ثاني لا دكتور كان كان واضح أوكي يلا يعطيكو العافية شكرا ياتيكو شكرا